عام كامل على العدوان الوحشي على الأهل في غزة وفي فلسطين كلها عام من الإجرام، عام من الإبادة والتطهير العرقي الذي يتبجح ولا يختبئ، يباهي بالجريمة ويفخر بالعار غير عابئ بحساب أو عقاب عام قتل فيه 17 ألف طفل فلسطيني 17 ألف طفل فلسطيني و11 ألف إمرأة هو أيضا عام من عجز المجتمع الدولي عن وقف المسبحة بل وإسهام بعض القوى الغربية لسيامة مع بداية العدوان في تقديم مظلة أمانا للإجرام لكي يتمادى وغطاء سياسي للقتل لكي يتواصل بل ويتوسع من غزة الصامدة إلى جنوب لبنان إلى الضفة الغربية في الضفة وحدها استشهد سبعمائة فلسطيني منذ السابع منذ أكتوبر ناهينا عن الضمار والخراب والخسائر الهائلة أقول بلا تجميل أن القوة الكبرى في العالم اليوم إما لا ترغب في ممارسة الضغط على الاحتلال وإما أنها لا تستطيع إقاف هذه البلطجة والوحشية لقد مرت شهور قبل أن تنطق دولة بعينها أو دول بعينها بكلمة وقف إطلاق النار وعندما أدركوا فداحة الجريمة وطلبوا بوقف الحرب كان الوقت قد تأخر وصار المعتدي وثقا من أن أحدا لن يراجعه وأنه فوق القانون وفوق المساءلة وفوق العدالة الدولية سواء محكمة العدل أو المحكمة الجنائية وفوق الأمم المتحدة وقراراتها بل وفوق مجلس الأمن وما يصدر عنه من قرارات تدعو بوضوح لوقف إطلاق النار وإذا كان الاحتلال يمارس الإجرام من أجل الانتقام فهو مدان بالقتل ومجرد من الإنسانية ولكن الهدف يتعدى في الحقيقة الانتقام الغاية أبعد من مجرد الإخضاع والترويع لدى الاحتلال لدى الاحتلال وهم بأنه باق أبدا الظهر وأنه سيلتهم الأرض الفلسطينية مجرد من سكانها لذلك فإن جدول أعماله وأجندته الحقيقية تتخفى خلف حجة الأمن التي يخاطب بها العالم هي أجندة قوامها تصفية القضية وضم الأراضي وتحقيق التطهير العرقي والتهجير إن التصريحات الرسمية بشأن التطهير والإبادة ليست من اختراعنا وهي مسجدة ولن تنسى أو تمحى من الزاكرة